اشتركوا في القناة السيارة هذه اخذت لها مكان مميز في اشهر احياء امريكا او اشهر حي يمكن في العالم اللي هو حي المشاهير في البيفرلي هيلز السيليبريتيز مشاهير الهوليوود كلهم السيارة هذه دخلت بيوتهم اللي هي المرسيدس الجي كلاس الجديدة ومن اللي ما يعرف الجي كلاس هي اللي راح تكون ضيفتنا اليوم واللي راح ناخذ تاريخها والتغييرات الكبيرة اللي صارت على السيارة ونشكر الشركات اللي شاركت معنا في الموسم الثاني من غربان ونشكر الرعاة الماسي اللي هي اضواء النجوم للانتاج اوثنتيك اكسبرتز الذهبي واكيد اللي اتعفونا بالروائح في هالموسم زون سنت الله يعطيهم العافية بداية الجي كلاس يمكن ما كانت تتوقعها المرسيدس كانت الفكرة انها تكون سيارة عسكر او سيارة حربية او سيارة مخصصة للجيش شافت ان الناس هذه حبت السيارة وتبغى تشوف السيارة هذه في الطرقات فسووا نسخة قبل الجيل الاول سووا نسخة اللي سمونها السيفليين او النسخة المتحضرة شوي وصار فيه اقبال كبير عليها لما شافت مرسيدس الاقبال الكبير بدت الجيل الاول الفعلي للجي كلاس في الالف وتسعمية وتسعين واستمر الى الالفين وثمنطاعش اللي كان التغيير الكبير جدا فنقدر نشوف ان السيارة هذه من الالف وتسعمية وتسع وسبعين ما صار فيها تغييرات كبيرة نفس الشكل نفس حركة الابواب نفس صوت الابواب الشكل الصندوقي نفس السيارة لانها صارت ايقونة صارت السيارة هذه تحفة الناس حبت السيارة هذه علشان شكلها الصندوقي بغض النظر عن استهلاك البنزين ومقاومة الهواء وصوت الهواء ومن هالأمور الهدف الاساسي في السيارة هذه انها تكون اكثر سيارة فيها امكانيات انك تطلع فيها البر لما نسووا الجيل الاول في التسعينات قالوا حنا نبغىها تكون متحذرة اكثر في الجيل الثاني في الالفين وثمنطاعش هنا التغيير الكبير اللي خلوها تكون مربوطة بالاس كلاس فراح نشوف اول شيء اللي هو الداخلية اللي تغيرت بالكامل صارت نفس داخلية الاس كلاس فمستوى السيارة صار مختلف كليا لما تدخل في السيارة فعلا تشوف نفسك في اس كلاس اللهم انها بتكون مرتفعة الشكل لازال صندوقي صحيح ولكن التغييرات كبيرة جدا يمكن اللي بيشوفها من اول مرة بيقول يمكن غيروا الانوار غيروا الاضاءة غيروا شعرات بسيطة ولكن التغييرات كبيرة جدا يكفيك ان شالوا من وزن السيارة تقريبا مئة وسبعين كيلو شيء هذا جدا مهم تخيل عندك مئة وسبعين كيلو دائما موجودة في السيارة عندك تقريبا راكبين وشوي موجودين في السيارة هذا شيء اكيدا رح يأثر على استهلاك السيارة رح يأثر على شغلات كثير فاذا بيشوف الشكل الخارجي مثلا الواجهة متغيرة بالكامل جوانب السيارة متغيرة بالكامل خلفية السيارة متغيرة بالكامل السيارة صارت اعرض باثناشر سانتي ممكن الشيء هذا يمكن ما تتوقعه وصارت اطول بخمسة سانتي وصارت المسافة ان جسم السيارة يكون بعيد عن الارض ارفع تقريبا بستة ملي والشيء الكبير اللي خلاهم ان ينزلون في وزن السيارة ان صاروا يستخدمون الالمنيوم في بدء السيارة واللي فعلا ساعد في تقليل الاوزان اللي كانت ثقيلة في السيارة القديمة من الشغلات اللي تغيرت اكيد علشان يعطونك الراحة والفخامة وبنفس الوقت علشان يدخلون انظمة مساعدة الساق فاضطروا ان يغيرون نظام التعليق اللي بيصير او اللي صار independent او منفصل عن الاخر اليمين منفصل عن اليسار بنفس الوقت اضطروا ان يغيرون الدركسون او السكان علشان يتواكم مع الحضارة والراحة والفخامة وبنفس الوقت اكيد انه يقدر انه يشتغل مع انظمة مساعدة الساق ولكن لا زالت السيارة هذه محتفظة في الديفرينشال لك الامامي واللي في الوسط والخلفي وهذا الشي اللي ميز السيارة هذه ان فيها زر الجي مجرد ما تضغط الزر هذا كل الامور رح تتحول الى سيارة بر في ضغطة زر امكانيات السيارة هذه بتكون جبارة نظام التعليق اللي صار متكيف تقدر تخليكم مريح تقدر تخليكم قاسي تقدر ترفع السيارة تقدر انك تنزلها مع الديفرينشال لك مع القير اللي صار تسع سرعات فكل الامور هذه ساعدت السيارة انها تكون متحذرة ولو بعطيكم شوية ارقام من كثير من السيارة هذه نجحت عند المرسيدس بشكل خرافي في الالفين وسبعطاش تقريبا كانوا محتفلين بانتاج الثلاثمية الف السيارة بعد ثلاث سنوات تقريبا او في الالفين وعشرين احتفلوا بالاربعمية الف تخيلوا في ثلاث سنوات حققوا اكثر من مئة الف سيارة في الالفين وثلاث وعشرين احتفلوا بالخمسمية الف سيارة فنقدر نقول أنهم طول عمر السيارة من 79 إلى 2017 300 ألف سيارة لكن من 2017 إلى 23 تقريبا 6 سنوات 200 ألف سيارة فنقدر نقول أن السيارة هذه تعتبر من أهم السيارات الموجودة عند المرسيدس ويكفيك أنها ربطت حرف الج مع كل سياراتها الكروس أوفر أو السيوفي رح نشوف أنه فيه GLE, GLC, GLS, GLA من كثر ما أن الاسم هذا عند المرسيدس يعتبر ثمين وغالي عليها ومن الشغلات الغريبة أننا في الخليج أكثر الناس يتوقع أن المرسيدس الجي كلاس تجي فئة واحدة اللي هي 63 أو أعلى فئة وما يدري أن السيارة هذه تجي أصلاً باربع سلندر وتجي بفئات أقل ويمكن لو مريت الوكالة يمكن نادراً ما تلقى بعد السيارات أنا مريت في الوكيل في الكويت لقيت عندهم الجي الـ 500 بس يكون عليها الكاتر الخارجي بيكون الـ AMG فالناس تستغرب السيارة كيف G-Class وـ 500 أكيد بتكون نفس الـ S-Class أغلب سيارة مشهورة عندنا في الخليج اللي هي الـ S-450 أو 350 لكن تخيل لو أن الـ S-Class بتكون موجودة في الخليج الـ S-63 فبالناس بتكون معقول طيب وين الـ 500 وين الـ 350 وين الـ 560 وين الـ 600 يمكن الناس تحب أن تشتري الـ G-Class أنها تكون غنية أو من طبقة مخملية وطبقة يعني ما تبغى أقل شيء وأصلاً الـ G-Class 63 تختلف حتى في الشكل الخارجي تختلف حتى في التكنولوجيا عن الـ G العادية سواء كانت الـ 500 أو حتى الـ 350 طبعاً أرقام المحركات واختلافات الجور إن شاء الله راح تكلم عنها بعد شوي لكن نحن عرفنا الـ G-Class أنها تكون S-63 يعني يا أنها تكون الفل أو ما حد بيطالع فيها وبالرغم أن المرسيدس نجحت في تنزيل 170 كيلو من وزن السيارة إلا أن لازال وزنها يعتبر ثقيل نتكلم على 2300 كيلو إلى 2400 يعني تقريباً ممكن توصل إلى 2.5 طن فتعتبر سيارة من النوع الثقيل إذا بناخذ التغييرات اللي صايرة على السيارة اللي ممكن أنك ما تشوفها لازم أنك تلمسها لما تركب في السيارة هذه فراح نشوف مثلاً مساحة الأرجل للركاب اللي في الأمام زادت تقريباً حوالي 4 سانتي يعتبر رقم جداً ممتاز في الخلف مساحة الأرجل زادت تقريباً حوالي 15 سانتي فصارت السيارة رحبة من الخلف مساحة الأكتاف للركاب اللي في الأمام زادت تقريباً بـ 4 سانتي في الخلف زادت تقريباً 3 سانتي المساحة اللي في الوسط يعني لا هي فوق ولا هي عند الأرجل اللي يسمونها الألبو تقريباً زادت تقريباً قدام حوالي 7 سانتي في الخلف زادت تقريباً 6 سانتي فنقدر نقول السيارة من داخل صارت جداً شرحة أما إمكانيات البر فحكم نظام التعليق الجديد والشاسية الجديد والتكنولوجيا اللي صارت متطولة في السيارة هذه فنقدر نقول أنهم قدروا يحسنون ارتفاعها وثباتها على المنحدرات زودوها تقريباً 100% الـ Ground Clearance أو الابتعاد عن الأرضية زادت مثل ما قلت قبل شيء تقريباً 6 ملي فصارت تقريباً 24 سانتي أنك تدخل فيها الموية زادت تقريباً 10 سانتي فصارت تقريباً التوتل اللي هي 70 سانتي ميتر لما نتأخذها في أماكن بتكون فيها ميلان عالي فنقدر نقول أنه زودوا درجة الميلان 7 درجات زاوية مقدمة السيارة ما تلامس الأرض أو من الخلف إنها ما تلامس الأرض زادت تقريباً بدرجة فنقدر نقول أن السيارة فعلاً صارت الإمكانيات حقتها في البر صارت أفضل داخل السيارة صارت أشرح نجي للمحركات واللي ممكن تهم بعض الأشخاص اللي يقول معقولة الجي كلاس تتوفر بمحركات أصغر يعني بتكون أرخص بتكون عملية أكثر لبعض الأشخاص اللي عايشين في مناطق تكون فيها البنزين مكلف فنقدر نقول أنه فيه جي 350 اللي بيأخذ المحرك الأربعة سلندر التيربو 258 حصان 370 نيوتر متر القير بيكون التسع سرعات من المرسيدس المحرك الثاني اللي هو الجي 500 أو الخمسمية واللي بيكون ثمانية سلندر اللي هو الـ 4.0 أو الأربعة لتر تون تيربو 421 حصان و 610 نيوتر متر طبعا تسارع السيارة هذي بيكون جبار 5.9 ثواني من الصفر إلى المية والقير اللي بيكون التسع سرعات أما وحش حلقتنا اليوم اللي هو الجي 63 الـ AMG فغير الكت الخارجي اللي بيأخذ واجهة مختلفة وخلفية مختلفة حتى داخلية السيارة مختلفة نظام التعليق مختلف كل شي في السيارة هذي بيكون مختلف عن السيارة العادية اللي هي الجي 500 585 حصان و 850 نيوتر متر العزم القير هنا رح يكون مختلف شوي هو 9 سرعات ولكن رح يكون مختلف شوي رح نشوف نفس القير اللي يركب على السيارات الرياضية القوة اللي في السيارة هذي غير طبيعية لدرجة أننا نشوف فيه دراك ريس مع سيارات تكون سبورت التسارع من صفر إلى مية في 4.5 ثواني وتخيل السيارة هذي شكلها بوكسي ولكن فيه محركات بنزين اللي هو 350 بيكون 6 سلندر الان لاين اللي هو 6 سلندرات وراء بعض تيربو 268 حصان و 600 نيوتر متر العزم وتسارعه جدا ممتاز نتكلم على 7.4 ثواني من الصفر إلى المية والقير اللي هو 9 سرعات وفي الجي الأربعمية نفس الشي اللي هو 6 سلندرات وراء بعض تيربو ولكن يعطيك 330 حصان و 700 نيوتر متر العزم وتسارع من صفر إلى مية في 6.4 ثواني طبعا ممكن أسرع السيارة هذي أو التوب سبيد بتكون قليلة بحكم أن السيارة هذي بوكسي وجدا كبيرة فرح نشوف أن الجي سكستي ثري أقصى سرعة ممكن يوصلها اللي هي 240 كيلو متر في الساعة طبعا هو يقدر أن يعديها ولكن للسيفتي والأمان خلوا سيارة هذي تكون أو تفصل على ال 240 وعلشان تعرف الشغلات اللي ما تغيرت في السيارة هذي هي شغلات جدا بسيطة الشغلة اللي تمسك الكفر أو التير اللي معلق في الباب الخلفي هذه اللي أخذوها من الجيل الأول أو زر حق الباب أو مسكة الباب أخذوها من الجيل الأول مع تعديلات بسيطة علشان تعطيك نفس إحساس تكفيلة الجي كلاس اللي تعودنا عليها في الأجيال القادمة الباب يكون ستيل ويكون مثلا حديد فيكون ثقيل فضربة تكون قوية لكن لما تحط الألمانيون بيكون خفيف فرح تكون تكفيلة الباب أخف فحاولوا أن يعطونك لنفس الإحساس وفعلا نجحة المرسيدس في الحركة هذي الشغلة الأخيرة اللي هي اللمبة أو الاصطب اللي بيكون في الرفرف الأمامي هذه الثلاث أشياء الوحيدة فقط اللي انتقلت من الجيل الأول إلى الجيل الثاني فنقدر نقول أن السيارة فعلا متغيرة بالكامل إلا الثلاث أشياء البسيطة هذه وأكيد للأشخاص اللي تهمهم السلامة والأمان فالجيل الجديد ما أخذ الخمس نجوم في اختبار حوادث الاستدام معصر الله يكافينا وإياكم الشر وطبعا السيارة هذه أكيد متعودين أن المرسيدس كل فترة تعطيه سيارة تكون limited edition من الجي كلاس فراح نشوف في الفور باي فور سكوير واحدة من السيارات اللي اشتغلت عليها المرسيدس وطلعتها بإنتاج محدود وعلشان أكيد المرسيدس تواكب التطور والتكنولوجيا الجديدة طلعت نسخة منها اللي هي الـ EQG سيارة جي كلاس ولكنها بتكون كهربائية لازالت الآن شغل عليها المرسيدس وممكن أن نشوفها في المستقبل القريب مارس الـ 2024 اللي هو الشهر اللي حنا فيه رح يعتبر نهاية إنتاج الجيل الحالي من الجي كلاس واللي يحمل الكود W463 وراح يكون فيه الجيل القادم واللي متوقع انه رح ياخذ داخلية الـ S-Class الجديدة اللي فعلا صارت أجمل وصار فيها تصميم يعني مختلف كليا عن الـ S-Class القديمة ممكن التطورات اللي بتكون على الجيل القادم بتكون خفيفة وطفيفة لأن التغيير الكبير صار في الـ 2018 في الجيل الثاني والشاقص يرى هذه أعتقد انه رح يكونون جاهزين ومستعدين انه يستقبلون الجيل القادم اللي ممكن ان المرسيدس تطلق في السنة هذه طبعا مرسيدس متحفظة بشكل غير طبيعي ما فيه تسريبات عن الجيل الحالي ولكن ممكن في أي لحظة السنة هذه ممكن انه نشوف الجيل القادم الشغلة اللي ممكن الاغلبية ما يعرف انه فيه نسخة ثانية من السيارة هذه او الجيل الحالي تحمل كود W-464 مخصصة للجيش مختلفة كليا عن السيارة الموجودة تكنولية الجيل فيها مختلفة وما تجي اللي بديزل وموجودة في بعض الجيوش على مستوى العالم رح نشوفنا موجودة مثلا في بعض الدول في شمال افريقيا في اوروبا في غوسيا في امريكا الشمالية امريكا الجنوبية وتكون متوفرة بستيشن وايجن او بيك اوب نهاية حلقتنا اليوم اتمنى انكم استمتعتوا معاي في التعرف على جزء بسيط من تاريخ الجي كلاس العملاق اللي اخذ لها بصمة وحطنا على قولتهم فوت برينت في عالم سيارات الدفع الرباعي اخذنا لمحة بصيضة في التاريخ القديم في التطورات الجديدة واخذنا لمحة بصيضة او توقعات للجيل القادم اتمنىكم استمتعتوا معاي ونشوفكم غدا في حلقة قادمة من غربان في رمضان وفمان الله